موسيقى السلام وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد لسه بنتكلم على الباور كويري صحيح احنا اخر مرة قلنا ده اخر فيديو اللي هو بي كيو بي سكستين ولكن جات لي اسئلة كتير على الموضوع بتاعي النهاردة عشان كده قررت ازاود الفيديو ده واسميه بي كيو بي زيرو فور بوينت فايف وهقولك ليه سميته الفور بوينت فايف لان احنا في الفيديو بي كيو بي زيرو فور اتكلمنا على موضوع مشابه وهو تجميع الديتا من فولدر يعني ملفات موجودة جوه فولدر الملفات دي سي اس بي فايلز ازاي اجمعها من فولدر واحد واحطها كلها في كويري واحدة لكن بعض الزملاء حاولوا يععملوا نفس الكلام ده على ملفات اكسل وماشتغلش معهم بشكل كويس فالنهاردة هنشوف ازاي ممكن ملفات اكسل موجودة في فولدر اجمعهم كلهم مع بعض جوه كويري واحدة واقدر بعد كده اي فايل يتحط جوه الفولدر ده يخش بشكل تلقائي جوه نفس الكويري هنشوف الكلام ده بطريقتين طريقة اوتوماتيك بلت ان جوه الباور كويري اسمها كومباين فايلز واحنا بنعملها هنستخدم الباطن ده او الزرار ده موجود فيه سهمين نزلين لتحت كده او بصين لتحت لو استخدمناهم هنعمل القصة دي بشكل اوتوماتيك او ان احنا نعملها بشكل مبسط شوية الشكل ده عن طريق معادلة اسمها excel.workbook بنزود لها custom column وجوه ال custom column ده بنكتب المعادلة زي ما عملنا في معادلة csv.document اللي كانت تفرج معنا على الفيديو بتكلم عنه الفيديو القديم لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download ال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة. قبل ما نروح على ال excel تعالى نشوف شكل الفولدر اللي هشتغل عليه ده فولدر اهو اسم original sales جوه 8 excel files كل فايل فيه بعنات جيالي من محافظة المحافظات اسكندرية واسوان والقاهرة والفيوم وهكذا تعالى نخش جوه اي فايل ونشوف شكل ال data وليكن الفايل الاولاني بتاع محافظة الاسكندرية زي ما انت شايف مجموعة صغيرة من ال data عبارة عن sales rep id واسم sales rep او اندوب المبيعات و ال region هو شغال فيها وكمان قيمة المبيعات اللي عملها خلال فترة معينة خد بالك ده sheet 1 ومع ذلك فيه sheet 2 ولكن sheet 2 موجودة بس في اول فايل انا عملها عشان بس نستوضح الموضوع فيها بيانات غير متعلقة يعني البيانات دي ملاهاش دعوة ومع ذلك تجيلك لأي غرض اخر وخد بالك جواهة 2 table و ال table دي جيها اسامي ال table اسمه expenses و ال table اسمه open orders وهكذا مهم او يبقى واخد بالي منها لان وانا شغال هتظهر لي واحنا بنحاول نجيب ال data من الفولدر حيبان لي ال objects دي هنشوفها قدامنا و هنشوف ازاي نتعامل معها فاخد بالك الفايل الاولي بتاع اليكس موجود فيه حاجات غير ال data الاصلية بتاعتي اللي موجودة في sheet 1 ولكن لو روحت على الفايل اللي بعده ولكن فايل بتاع اس 1 هتلاقي ما عنديش غير بس sheet 1 و مفيش غير ال data انا محتاجها اللي هي بتاعت مناديب المبيعات و الارقام البيع اللي عملوها خلال الفترة اللي بنعمل عنها report طالما هنجيب ال data بتاعتنا من فولدر فاحنا مش محتاجين غير excel بيضة خالص فاضية خالص انا بس اضع ال two headers كده عشان نعرف ما فيه طريقتين combine files و excel at workbook يلا نبدأ تعال نبدأ عطول ب combine files هنعملها ازاي هنروح على data بعد كده get data على الشمال مكان ال power query زي ما اتفقنا from file from folder هيفتح لي browser ويسألني فين الفايل بتاعك بالزبط ادوس على browse وهنا اخترت الفولدر بتاعي اسمه original sales مكتوب عندي هنا ما فيش مشكلة ندوس على open وبعد كده اوكي هيفتح لك navigation window في ال navigation window زي ما انت شايف هلاقي اسامي الفايلات بتاعتي كلها ده كل المعلومات المتاحة عن الفايلات من جوة الفولدر يعني ده اسمه وده الاكستانشن بتاعه وده ال data اللي اتكاريت فيه وده ال modified وكلام كله اللي ممكن اشوفه في file explorer طيب هنعمل ايه هندوس على transform هيفتح لي power query editor في ال power query editor على يمين اخر اسم الكويري من اسم الفولدر تعانى نغيرها تعانى نسميها combine files وندوس enter عشان نفرقها على التانية وده نفس المنظر اللي شفناه في ال navigation اول حاجة على الشمال ال content لو دوست كده هتلاقي اسم الفايل والإكستانشن بتاعه بعد كده ادي اسم الفايل extension date created وكل بقية المعلومات اللي ممكن اجيبها زي ما قولنا من file explorer انا يهمني طبعا المنطقة دي بس ولو قربت كده زي ما انت شايف هتلاقي عند content هتلاقي فيه الزرار ده اللي فيه ساهمين نازلين لتحت ولو عملت عليه هوفر بالماوس هتلاقي كتاب لك combine files طب اين ازاي ان ممكن نعمل بقى شغالات انا اجيب بيتا كلها مع بعض دي عن طريق الزرار ده لو دوست على الزرار ده ال excel هيعمل كل حاجة الواحده وانت سايب بديك خالص فهندوس على الزرار ده ونشوف ايه اللي هيحصل هيبدأ يعمل لك حاجة اسمها evaluating query هو شغال لوحده في ال background مش طالب منك اي حاجة معادة حاجة واحدة بس هيفتح لك ويندو دلوقتي ويبدأ يسألك سؤال او يطلب منك حاجة هو عايز يفهم انت عايز ت combine ايه بالظبط احنا زي ما اتفقنا في اول فايل اللي كان اسمه alex احنا كنا اعطين حاجات زيادة فهو عايز يفهم انت محتاج ايه بالظبط تعمل له combine هعمل كده ازاي خد بالك قالك هنا ممكن تختار sample file باي ديفولت هو قالك انا هاخد first file ولو دوس تحت كده هتلاقي بقيت الفايلات ady alex aswan kyro ممكن اختار اي واحد منهم لكن خلينا نمشي مع اختياره اللي هو first file هو بياخد sample بتاعته من first file وبعين نزل تحت وقالك انا لقيت جوه first file لقيت الحاجات دي كلها لو بصيت على sheet 1 دي الشيت اللي فيها data بتاعتنا او preview بتاعها موجود هنا sheet 2 احنا كنا مزودينها زي ما قلنا وقلنا ده مهنش استخدام في شغالنا بتاعتنا كمان حلاقي حاجة برضو شبه الشيت بس فيها شريطة زرقه من فوق لو قربت كده شوية هتلاقي الايكون ده sheet والايكون ده table فده table بتاع expense موجود جوه sheet 2 بس احنا عاملينه formate table ومسمينه اسمه expense والتاني اسمه open order فهو عايز قالك انت عايز combine the expense لما لاقي table اسمه expense a combine ولا لما لاقي table اسمه open order ولا combine sheet 1 كلها ولا combine sheet 2 كلها احنا في حياتنا دي محتاجين اقولنا ايه sheet 1 فهاختار له sheet 1 وهدوس له على اوكي وهسيبه تاني هو هيكمل الشغلانة بتاعته بشكل تلقائي تماما شكل اوتوماتيجي تماما خد بالك لو ديتها بتاعتك في sheet اسمها sheet 1 لازم في كل الفايلات يكون اسمها sheet 1 otherwise مش حافة فلازم اتأكد ان اسم sheet يكون ثابت اسم الفايل مش مشكلة اسمي اي حاجة ولكن اسم sheet جوه كل file لازم يكون اسم ثابت وطبعا لازم ديتها تكون في نفس عاد الاعمدة وفي نفس ال position وإلا لما يحطهم تحت بعض هيعملك لخبطها جامد اوي يبقى لازم اسم sheet يكون ثابت ولازم الفايلات تكون لازم الاعمدة تكون زي بعض بالظبط لو بدء من column A تكون بدء من column A وتنتهي مثلا في column D بقى منتهي في column D هو دلوقتي يخلص ادي data تكونها تحت بعض زي انت شايف حاجة رائعة جدا كل data تحت بعض على الشمال اول حاجة بدأ بال source الاسم الفايل اللي جاب منه ال data دي ايه هو ادي اول حاجة بدأ بال Alex بعد كده اسوان وبعد كده عندك sales rep ID وبقيت ال data اللي هي الاسم و ال region و sales value طبعا انا عندي المعلومة دي متكررة هو جابها لي من source وهي موجودة جوه لو انا عايز اشيلها اشيلها مفيش مشكلة ممكن اقف و اعمل لها remove خد بالك كل الخطوات اللي قبل remove column دي انا لسه عملها حالة نهو remove column لكن كل اللي قبل كده معمول بشكل automatic لو بسيط على الشمال حلاقي كمان مش بس ال query بتاعتي اللي اسمها combine files لا فيه قبليها بعض الخطوات عملها انشأ حاجة اسمها parameter انشأ حاجة اسمها sample file اعمل حاجة اسمها custom function اسمها transform file وبعد كده ادي sample اللي هو كان بس طلبه مني اضعه سايبه في الحتة دي وهكذا و في الاخر ديم القريب بتاعتي طبعا كل اللي فوق دي لازم يفضل موجود انا مليش اي دور فيه خالص ولا ممكن اعمل فيه اي حاجة حتى ممكن كده ايه ا اكلابس الفولدر ده عشان بقى شايف بس القريب بتاعتي و ما ادرش اغيره ولا العب فيه ولا امسحه لان لو لعبت فيه هايباوز للقريب الاصلية ولكن ممكن اكمل بقى خطوات هنا زي ما انا عايز ممكن اكمل على القريب دي خطوات اي عدد من خطوات انا عايزه حسب الظروف. كده خلاص مفيش حاجة تانية انا كده جاهز حتى الـ type بتاع الـ columns type بتاع الـ data هو عامله بشكل مقبول جدا فانا كل ممكن اعمله اقول له close close and load to. هيفتح لي import data window. ممكن احطها في table existing worksheet. حطها في let's say A3. ودوس على اوكي. هيعمل load الكويري بتاعتك وانشأ لك الـ table اللي في الـ data بتاعتك وكله تمام وزي ما انت شايف برضو في الـ queries and connection pane كل الحاجات اللي كان عاملها ظهر عندي ممكن برضو عمل لها collapse عشان ما تلخبط ليش الدانية وهي الكويري اللي موجودة الوحيدة اللي انت ممكن تعمل لها edit وتشتغل عليها. تعالا بقى نشوف الطريقة التانية هنمشي على نفس الخطوات. مفيش مشكلة برضو. هروح على data. هروح على get data. from file. from folder. نفس الكلام هبراوز. وهختار الفولدر اللي اسم وريجنال سيلز. واقول له اوكي. طبعا الظريف في كده اخد بالك يعني query تانية مبنية على نفس الـ data. طبعا ده شيء جميل. الـ data الـ data الاصلية محدش بيلمسها موجودة زي ما هي. ممكن تعمل 50 report بخمسين query. ممكن اكتر من team. ممكن اكتر من حد يشتغل على نفس الـ data وهي هي عادة في مكانها. محدش بيلمسها. محدش بيغير فيها. طبعا ده من احد مميزات الكويري بصفة عامة. هدوس على اوكي. نفس الكلام هيفتحي الـ navigator. transform data. لو عندك اسمها edit مفيش مشكلة. على اليمين دي الاسم هو جاي برضو من اسم الفولدر. تعاني نغيره بقى المرة دي نسميها excel. مش هيقبل . فممكن احط له underscore workbook وادوس enter. ويهي نفس المنظر اللي شفتناه بالزبط. انا يهمني قولنا الـ column ده. انا محتاج الـ detail لجواه. انا كده مش قادر اعرف اي اللي موجود جوا. ايه محتويات الفايل. مش عارف ايه هي. انا بقى فعال يمين كده بيديني اسم الفايل وخلاص. عشان كده الطريقة التانية معتمد على ان ازود column جديد. اقدر اطلع منه الـ content اللي موجود جوا كل فايل من دول. هعمل كده ازاي. هروح على add column. على custom column. هيفتحي الويندو بتاعة custom column. مش محتاج اغير اسمه دلوقتي لانه ده مجرد column مؤقت. هنستغنى عنه. محتاج الـ function بتاعتنا اللي اسمها excel. خد بالك لازم تعمل الـ e capital وبعد ان تكتب excel. dot. الـ w capital وتكتب workbook. تفتح course. على اليمين اسمي كل الـ columns. انا هاختار اول واحد بتاع الـ content اللي هو فيه الـ binary ده ده اللي انا محتاجه. وهعمل insert ممكن اعمل double click هي هي. وبعد كده اقفل. هتشك تحت ان انا ما عنديش مشكلة في الـ syntax. وبعد كده ادوس على ok. زود لي custom column زي ما انت شايف. وبعد تحتي بقى حاجة اسمها table. بدل ما كان اسمه binary. على الشمال الـ content بقى الوقتي اسمه table. ده اللي عميته بالزبط excel. workbook. ولو افتع اليمين هنا. هنلاقي محتويات الـ sheet دي. زي ما انت شايف المحتويات اهي. زي ما كنا شفناها من شوية. فيه اتنين sheet وفيه اتنين table ده محتويات اول excel file. طب انا مش محتاج كل المعلومات اللي في النص. انا محتاج معلومة دي اللي فيها الـ data بتاعتي. عشان هنستخرجها دلوقتي. ومحتاج كمان عشان نعمل بقى زي ما هو اعمل هناك. اه 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 او السورس. فتعا نختار الى اتنين. هدوس على control واختار اول واحد. ودوس على control واختار التاني. افضل ديس control واختار التاني. وبعد اعمل right click على اي واحد فيهم واقول له remove other columns. دلوقتي انا محتاج البيانات او المعلومات اللي موجودة جوه. فهعمل ايه? هستعمل الزوارين دول ودوس عليهم عشان نعمل expand. عملنا قبل كده كتير. خد بالك هانتشك على use original column as prefix. وهاخد كل المعلومات اللي موجودة هنا. ودوس على اوكي. فلدلي المعلومات اللي موجودة جوه ال content او جوه ال custom column اللي انا كنت عامله. وادى لك شوية بقى بيانات من جوه الشيت نفسها من جوه ال excel الى نفسها. فقادي اول excel file اسمه Alex موجودة فيه اربع حاجات. واحد اتنين تلاتة اربعة. عشان كسبنا ال name. اول واحد عبارة عن sheet. والتاني واحد يسمه sheet. وبعد كده خد بالك هلافة ال name. اهو مكتوب هنا sheet وهنا sheet. يبقى Alex فيها ادي sheet و sheet. فيها table و table. وادي اسميهم sheet one sheet one open orders و expense. طب عايز تفرج لجواها ادي اهو من ال data. ادي الشيت الاوانية. فيها data بتاعتنا اللي احنا عايزينها. sheet two مش دي اللي احنا عايزينها. واخد بالك احنا عمالنا نفس الكلام ده سوف نعمل السامبل. وبعد كده ايه? ال table الاولاني مش عايزينه برضو. وال table التاني مش عايزينه. بعد كده من اول اصوان لغاية الاخر هتلاقي جواها sheet one sheet one sheet one لغاية الاخر. ودايمن ال kind اسمه sheet. خد بالك احنا محتاجين دايما name اسمه sheet one. فلو قفت هنا في name.one ده. وعملت uncheck على كل حاجة من الفلتر. واخترت بس sheet one. ودست على اوكي. هلاقي عندي التمن فايلات بتوعي. وكل واحدة جواها sheet واحد بس. فكانت عملنا مع مشكلة ان انا عندي data مدهاش لازمة عملنا بس filter out. في الحالة دي خلاص انا مش محتاج غير المعلومة اللي موجودة هنا بتاعة ال data. هنا ال column ده ممكن اخليه زي ما كهو كان عامل. ممكن ما اخليهوش زي ما انت عايز. طيب لو هخليه ممكن ارجع اسمي الاسم ده. واسميه السورس. زي ما كان هو مسميه بالزبط. وادوس enter. وانا كان محتاج السورس ومحتاج ال data. والباقي كله مش محتاجه. right click وبعدين remove other columns. بقى عندي add source واد عندي ال data. ممكن بقى اعمل expand مرة تانية. هختار كل ال columns. وادوس على بقى عندك add source واد عندك column one وcolumn two. وهكذا لغاية الاخر. محتاج بقى transformation. اكمله انا باداية شوية. اول سطر محتاج يكون ال header. هروح على home. هلاقي حاجة اسمها use first row as a header. فممكن ندوس عليها. اخد بالك ان انا كنت مسمي ده source. هتطلح مكان source. محتاج غيرها تاني وفيش مشكلة. وادي Alex double click عليها. ونرجع تاني نسميها source. وندوس enter. احنا كده زبطنا الدانية. طيب مشكلة تانية هتواجهني. اه هتواجهني مشكلة ان انا عندي كل شيت كان فيها عنوان. زي ما انت شايف ادي العنوان بيتكرر. طبعا ده هيبقى وازلي ال data. انا هنا شغال على sales value. ماينفعش في النص تكست. وهنا اسم ال region. مفيش region اسمها region. وهكذا هيبقى وازلي لازم اشيله. طب اشيله ازاي برضو عن طريق الفلتر. عشان اختار filter بشكل سهل. تعارف المشكلة بتواجهنا بقى ساعات لما يكون ديتها كبيرة قوي ان انت بتشوفش دي. دي بتبقاش باينة. بيبقى موجودة الفايل قوي مثلا خمس تلاف لاين. فمش باينة في preview. فتعمل لك مشكلة وانت مش عارف ايه اللي حاصل. طب عشان نخلص منها نعمل ايه? تعال نختار مثلا ال column بتاع sales repo id. وبس من الفلتر هنزل تحت خالص. هلاقي sales repo id دي. انتشك عليها. ودوس اوكي. هتشل لك كل السكند هيدر. السكند والثيرد هيدر كله هيتشال. هو هنا كان عامل اوتوماتيك وانا شغال عمل change type. مش محتاجه تعالى نشيله. تعالى نعمل دريت. لان ايه حرجة انا اعمله بعد كده في الاخر. لان هو ما كانش عارف يكتشف بالزبط بسبب ال data اللي كانت موجودة في النص. تعالى نروح على ريبن بتاع transform. وهختار detect data type بدل ما اعملها باداية واحدة واحدة. بس عشان يعملها كلها على ال table بالكامل محتاج اختار له من الاول الاخر. فهختار اول column ودوس على shift. وافضل laser shift. واختار اخر column. وقوله ديك data type. اول ما هعمل كده هو الواحد وحيزبط لي data type. عندي source موجود. انا كنت شلته من هناك. بس انا بنتك انا قدر اوصل له. مفيش مشكلة ممكن اخلي source معايا. في الحالة دي برضو انا مش محتاج له. فممكن انا على هوم اقوله ال column بتاع source. كده انا نفس نتيجة بالزبط اللي عملها انا قدرت اعملها عن طريق معادلة excel.workbook. close. close and load two. نفس الكلام. هاختار table. وهاختار existing worksheet. جي 3. وادوس على اوكي. هم هم نفس التمانين line. نفس النتيجة وصلت لها عن طريق حاجتين مختلفتين. شكرا جدا لوقتكو. اراكم استفدتو. اذا سبحت تشترك اعمل لايك للفيديو. سيبلي تعليق. التعليقات مفيدة اديك شايف سيطلع منها فيديوهات وشيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.